لنبدأ من الفيديو الذي نشرته كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس والذي يظهر التحام المقاومة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدافها آليات عسكرية إسرائيلية في خان يونس جنوب القطاع لتعرض لنا حضرتك تفاصيل هذا الفيديو نلاحظ استهداف ناقلة الجند نمر بأحد أسلحة الميمدال إصابة مؤكدة ومن هنا من داخل أحد الأزقة في جرافة يتم استهدافها وكذلك إصابة مباشرة هذه طبيعة القتال الآن نشاهد تسديد بلياسين 105 على أحد الأهداف الهدف غير مشاهد هذه طبيعة القتال في المناطق المبنية داخل الأزقة هنا من لاحظ عبارة عربة مدرعة تستخدم لأغراض الإسناد الفني يتم استهدافها في إصابة مباشرة كذلك هنا من داخل أحد المباني استهداف الآلية مدرعة نلاحظ أن جميع المسافات قريبة التي يتم استهداف هذه الآليات هنا يتم التسديد على جرافة وكما لاحظنا أنه خلال الأسبوع الماضي استخدام كثيف للجرافات عادة يتم استهدافة بالتاندم من الجرافات هنا مجموعة من الجنود دخلوا إلى أحد المنازل عادة يتم استهدافهم بقذيفة الـ TPG تم اطلاق القذيفة من المسافة قريبة من أحد المباني المجاورة وهذه تحقق نسبة قتل عالية إذن تتكرر المشاهد من بداية الفيديو سيادة لواء هذا الفيديو يؤكد ما أعلنه أناطق باسم كتاب القسام اليوم أبو عبيدة من استهداف خلال الـ 72 ساعة الأخيرة نحو 41 آلية عسكرية للاحتلال لو تعلق على هذه النقطة هو ذكر أنه خلال آخر 72 ساعة 41 آلية عسكرية وما مجموعة تأكيد قتل 25 ضابط وجندي وجرح العشرات خلال هذا اليوم أنا تابعت العمليات منذ الصباح رصدت 26 آلية هذا اليوم وعدد الجنود الذين تم التصريع عنهم من قبل كتاب القسام وسرايا القدس الجنود تقريبا والضباط بين 40 إلى 50 جندي بين قتيل وجريح رح أذكر العدد ونتحدث عن المناطق في منطقة جباليا في منطقة شرق جباليا تم قنص جندي باستخدام بندوقية الغول وكذلك ثلاث دبابات وجرافة في منطقة جباليا تم استهدافهم بالإضافة إلى ثمن أفراد تم إيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة السرايا تم استهداف مجموعة من الجنود تم تأكيد قتل أربع جنود وإيقاع بقية الجنود جرحة وفي منطقة حي الدرج ونلاحظ كله في قلب مدينة غزة العمليات اليوم كثيفة جدا في قلب مدينة غزة تم استهداف 12 جندي داخل مبنى والمعلومات تؤكد قتل معظمهم والبقية جرحة وجراحهم بليغة كذلك تم استهداف دبابتين وجرافة في منطقة الدرج في منطقة الصبرى وتل الهوى اليوم تم استهداف ثمن آليات في الزيتون دبابة واثنين جرافة في منطقة الشيخ رضوان تم استهداف آلية عسكرية يوجد فيها سبع جنود بالياسين 105 ومن المؤكد أنه تم قتل معظمهم في منطقة خان يونس تفخيخ وتفجير أحد الأنفاق وتم إيقاع نسبة قتل عالية في هؤلاء الغزاء وكذلك تدمير ست دبابات وناقلة تدمير كل أو جزء باستخدام الياسين 105 وعبوت الشواظ في منطقة رفح الحديث كان اليوم أنه يوجد قصف شديد على منطقة المستشفى الكويتي الآن نتحدث عن العمليات بشكل عام أنا حبيت أذكر الأرقام نتحدث كنا عن 41 آلية خلال آخر 72 ساعة واليوم 26 آلية العداد فيه تزايد لأنه الآن القتال متلاحم والقتال عنيف ضمن المناطق المبنية القوات الإسرائيلية الآن تحاول أن تستغل الوقت تقوم بالتوغل بقوة كبيرة جدا في جميع المحاور لذلك الخسائر ازدادت عندهم الجيش الإسرائيلي صرح أنه خلال آخر 24 ساعة كان عنده 29 إصابة 11 قتيل أربعة منهم من قوات النخبة الآن العمليات في منطقة جباليا ذكر الجيش الإسرائيلي بأنه قام بتفكيك الكتيبة المعنية ضمن منطقة المسؤولية في جباليا وقد يكون توغل ضمن فائض القوة الموجود قد يكون حقيقة أنه توغل ضمن المنطقة لكن هذا لا يعني بأنه قام بالسيطرة